بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بالكرام اخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية اهلا وسهلا بحضراتكم امبارح بفتش على الاحصائيات او ما توصل اليه العالم من انتاجيات في البيوت المحمية عشان طبعا باخد متوسطات او احصائيات انتاج الطماطم عشان بحطها في مقدمة الكتاب ان شاء الله يصدر قريب ادعو لنا كده عشان والله ما فيه فضاء يعني فدعواتكم بالتوفيق لنا باذن الله تعالى انه ويصدر قريب فشديني طبعا بلد زي فنلندا وانتاجية البيوت المحمية او انتاجية المتر المربع من السوب بالنسبة لدولة زي فنلندا فنلندا دولة اه اوروبية صغيرة جدا عدد سكانها زي ما حضرتك شايف كده اه خمسة ونص مليون اه نسمة اه المساحة بتاعتها تلتمية تمانية وتلاتين الف كيلو متر مربع اه متوسط استهلاك الفرد سنويا من الطماطم في فنلندا اتناشر كيلو واحد من عشرة كيلو جرام في السنة استهلاك الفرد من الخيار في الجنب التاني هو اتعاشرة كيلو اتنين من عشرة في السنة اه الطماطم بتاعتهم ستين في المية منها اه من الانتاج سوب تمام من الانتاج سوب و تلاتة وتسعين في المية من انتاج الخيار بيكون موجود في سوب اه الخيار عندهم كل البيوت المحمية اللي عندهم تلاتة وخمسين هكتار يعني لو ضربنا في اتنين ونص احسبها بقى اه يعني الهكتار اتنين فدان وثمانية وثلاتين من مية اه فدان تمام و هي عندهم ستة وتسعين هكتار من اله الطماطم تمام طيب تجيلي بقى على الانتاجية بتاعة الخيار والطماطم في الرسم البياني اللي حضرتك شايفه ده هو الرسم البياني اللي قدامك على اليسار هوة الطماطم تمام واللي على اليمين ده الخيار سبني من الرسمة اللي فوق دي خالص تمام هم طبعا عمليين لحد 120 متر الانتاج وطبعا من 2014 لحد 2017 2018 2019 2020 و21 المهمة يعني ما يخصنش دي انزلي تحت على الجدول اللي مكتوب ده هوة كيلو جرام في المتر المربح تمام هوة بتكلم في المتوسطة هوة تمام بتوسط المحصول في دولة فنلندا كيلو جرام على المتر يعني المتر المربع بينتج كم كيلو جرام وحتطلك الطماطم اهيت وحتطلك الجيرين هاوس كاكمبر اللي هو الخيار المزروع في البيوت المحمية عام 2017 كان انتاج المتر من الطماطم 38 كيلو تمام للمتر المربع ومن الخيار 80 كيلو ف2018 41 كيلو في 2018 87 كيلو خيار تحتها على طول اهيت تمام 87 كيلو ف2019 كان انتاج المتر المربع من الطماطم 44 كيلو ومن الخيار 94 كيلو في سنة 2020 كان انتاج المتر المربع من الطماطم نزل شوية بقى 41 ومن الخيار 103 كيلو في المتر المربع في سنة 2021 38 كيلو للمتر المربع من الطماطم و111 كيلو من المتر المربع من الخيار اللي حضرتك شايفوا دهوت يعني جهد كبير جدا وانتاجية محترمة جدا الانتاجية دي بتيجي منين يا جماعة باختصار شديد بالعلم والمال يبنى الناس ملكهم لا يبنى ملكهم على جهل واقلال العلم ومال الناس عندها قدرة ان هي تبدع في كل يوم تشوف ايه الجديد تشوف ايه اللي ما تطورش وانتطوره الراجل ده عنده تقريبا كم لا يتعدى من الريبوتات الريبوت اللي هو اللي بيرش عنده ادوات استشعار عن بعد بتحكم في درجات الحرارة وبتدهاله وقتي في درجات الرطوبة عنده حاجة بسموها الانذار المبكر بالنسبة ليه الامراض النباتية مفيش حاجة اسمها مرض هيجي عنده لانه هو مقفل الاضاءة عنده لو فيها قليلة شوية بيبدأ يعمل اضاءة صناعية اللي موجودة اريدي اساسا في البيت المحمي عنده بالنسبة للري والتسمين حاجات بتقيس الرطوبة الارضية فوريا وعلى وموجودة في اماكن متوزعة في اماكن كل اماكن مختلفة من البيت بتقيس له الرطوبة وقتي تمام بتقيس له المحلول المغزي نقصه ايه وبتبدأ الكمبيوتر يكمله على برنامج معين هم عاملينه محلول المغزي ده هو تمام نقصه ايه تمام محلول المغزي اللي بينزل للنبات نقصه ايه تمام وبالتالي منضبط بالبيتش والإي سي مع كل مرحلة بيحتاج النبات فيها اذا كان يحتاج اكتر بيديله اكتر بعد الدورة دي يتلو المحلول بينزل على النبات شوف النبات بيمتص منه ايه والباقي بيرجع تاني بيقيسوا المحلول ده شوفوا النبات خد منه قديه لسه واللي موجود فيه قدي ايه تمام اما انه هم يعيدوا استخدامه او يصرفوه او يزرعوه اوبنفلد حقلية عادية عنده حضرهات يعني تحليل فوري يمكن بشبه يومي للنبات شوفه هو نقصه ايه ويبدأ يعيد الهيكلة بتاعة المحلول المغزي لو الامر يعني يستدعي عندهم مفيش حاجة اسمها مش متوفرة للنبات فالنبات متوفرة لكل الظروف فبيبدع مش معنى كده ان احنا بنقول ان احنا نحبط ولا حاجة على فكرة احنا انتاجياتنا ممتازة جدا بالنسبة حتى يعني الطماطم النهاردة الفدام بيدخل في خمسين طن طماطم يعني فاهمني وممكن اكتر تمام على حسب العروة في الحقول يعني انا لو حسبت النهاردة مثلا لو حسبت النهاردة مثلا خمسين الف خمسين الف على الاربعة تلاف ومتين يعني هلاقي ان المتر عندي جايب حداشر كيلو تمام ده في طماطم ارضية طبعا هو الطماطم عنده للامانة بتقعد لحد عشر شهور حداشر شهر بتقعد شغالة والخيار ممكن يكمله سبع تمن شهور ست شهور لتمن شهور فيعني في الاخر الناس دي العلم يا جماعة هو اهم حاجة عندهم فلو قدرنا نوصل فييجي بقى طبعا واحد هيقول للمهندس عنده انت والله رجب الشبراء وقال المترين ينتج قد كذا ياريت ترد عليه وتقول له رجب الشبراء وقال المترين ينتج قد كذا ووفر لي انت المينيا التحتية تمام الا هنزرع فيها النبات اللي قال عليه رجب الشبراء بشكر حضراتكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته